أسعد الله أوقاتكم اليوم دا أريد أحكيركم عن شيء من أصالة التراث الكردي الأصيل وأنا قلت لكم الكرد أغنياء بتراثهم اليوم دا أحكيركم على قطعة عمر القطعة ما يعادل المئة عام اللي هي فرجي والفرجي هي لرعاة الأغناء شوفوا هذا الزي أولا هي من الصوف المضغوط كاكشير زاد هو اللي هس أشكره لأنه تشتريد أحد يبزه هذا كان مني مني هاجمهم حيوان مفترس كانت الدارة بإيده هايا حتى يضربه مني دنك هذا يشاغل بالحيوان بس هو إيديه مننا لنتطلع هذا زي الكامل لرعاة الأغناء حتى تميز الراعي أن المراعي يجب أن يلبس كمالتا اثنين هذا يحمي من البرد ويحمي من الحيوانات المفترسة هذا كان يشيل ويا خبز اليابس يعني كان يأخذ خبز اليابس وذلك هو الضبري أمري س بأسه لأنه من المفترسة كمالتا هي خبز جميعا نعم جميعا إن شبز جميعا نعم أنا شبز جميعا وأتي في 숙 شبز جميعا شبز جميعا يصبح أحيانا يستطيع البيان بالإستشفى الإجرباء يمكن أن تتوقع إنه ليس لديناً لا نوع شيئًا نوع شيئًا ولنحن نعم وهذا ما نماذق درست لا نوع الحيوان لذا نعم، فقط نعم لذا نعم و نعم 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 يجدارك ودسيان ممنونة زهرة زنغة ممنونة بكاكشير ذات لغة فاصلتك ممنونة